موسيقى عايزة بدأي الأول من منطقة مهمة جدا ناس كتير بتفكر فيها وزي بنا قلت للناس حلقتنا مرتبطة بإجابات على أسئلة في دماغكم حلول لمعادلات والغاز هم عاملينها في دماغكم لكن هي بالنسبة لكم أكيد واضحة جدا أولا تكميم المعدة لمن يصلح اختيار العملية للمريض الحكاية تحكي لي عنها في البداية أحب حي حضرتك وكل سيدة المشاهدين وكل فرق العمل والحقيقة طبعا أن جراحات السمنة من الجراحات اللي هي الفعالة في إنقاذ الوزن الفعالة في علاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة على المدى الكبير طبعا عندنا يعني يمكن أنا استمتعت جدا بالمقدمة الجميلة دي وأن فيها ملخص لكل حياة الناس المصاحبة بالسمنة المفرطة وخصوصا في السن الصغير تكميم المعدة طبعا تنفع لكل الفئات العمرية وخصوصا الأطفال لأن في فئات عمرية زي السن مثلا من 15 سنة العشرين سنة دول بيبقى يعني عندهم نوع من يعني عدم القدر على أخذ القرار وبالتالي الأسرة هي بتبقى مسؤولة عن ذلك يعني السن الصغير ينفع فيه تكميم مادة لأن أحيانا ما بنبقاش عايزين الطفل حتى لو وزنه كبير بزيادة ويحتاج لتحول المصار بنبقى يعني في اتجاه لتكميم المادة ويمكن بدأ نشود عندنا في الجامعة في اسم جراحة الأطفال عادنا يعني نزوق شوية في جراحات السمنة في سن من 11 سنة والموضوع طور يعني يمكن من سنين إن احنا بنعمل أطفال بس يكون في المجتمع العربي الوزن في الأطفال كاسر يعني الوزن فوق الميت كيلو يعني ببساطة كده لأن طبعا ما بقاش فيه حلول كتيرة في الأطفال البلونة طبعا ما تبقاش الأطفال مستوعبينها حجم المعدة صغير ما بستحملش المشاكل الغسيان والحاجات اللي بتحصل ربما في بعض الحالات لكن الأطفال مش هستحملوها فما بنعملهاش قبل 15 سنة البلون طلعنا بالسقف شوية لتحول المصار مش عايزينه يمشي على فيتامينز فيه شوية نموه هرموني لبنات أو الإصوبيان أو محتاج نموه عظام أو نموه حتى بصفة عامة فعملية تكميم المعدة تنفع أول واحد فيهم ينفع السن الصغير اللي هو من 11 سنة وانتطالع أو يعني السن الصغير تحت العشرين سنة بنرجح عملية التكميم إذا لم يكن هناك أمراض مصاحبة يعني يعني فبقى زي السكر مع السمنة ودول قليلين أو شوية في السن الصغير لأنه عادة بيبقوا سكر نوع أول ويبقوا زنهم قليل وبالتالي ما بتبقاش يعني الاختيار الأول لهم بتكميم المعدة طبعا كل الأعمار تعمل ده ولكن برضو إذا كان الوزن كاسر فوق 150 كيلو يعني خلينا في التحويل أكتر من التكميم السن فوق 60 سنة عندنا مفاصل دخلين على مفاصل صناعية وعايزين نزل شوية وزن يعني ده كل همينا عايزين نزل شوية وزن كفاية تكميم فلا حلولها لكن هناك بعض الناس اللي لا يصلح لهم عملية تكميم المعدة الناس اللي هم عندهم ارتجاع شديد في المريء ودي عايز أقولها لكل الناس إذا كان عندك ارتجاع قيمه كويس قوي وعمل منظر المعدة تشخيصي مقبل إجراء تكميم المعدة لأن الارتجاع لن يتحسن بعد تكميم المعدة ويبقى الحل فيه ربما يكون تحويل مصار المعدة الكلاسيكي حتى مش المصغر يعني فيه حلول جراحية يعني هينصحك بيها يعني الحد زوخ يبرع إن انت تعمل عملية تكميم في مين ومين ما تعملهاش أحيانا ببقى فيه فاتق في الحجاب الحاجز يسترعي برضو إما تصلح وتعمل تكميم أو تعمل تحويل مصار من الأصل يعني ده كل الناس اللي ينفع فيهم تكميم المعدة الأكل طريقة الأكل تفري تحديد الطريق طبعا فيه ناس يعني نظرية اللي هي كانت سابقة إنه الناس اللي هي أكلت السكريات يعمل تحويل أكتر وما بقاش يعني ما معتبتش عليها قوي لكن هو في الأصل طبعا الناس البالكي إيثر اللي باكله واجبات اللي هو يعود طول اليوم ما بياكلش ويجي على نهاية اليوم طب يتعمل وتسترعي زيالك هو ده اللي هو الكارب إيثر يعني اللي هو بياكل واجبات بالكي شوية أو يعني هو صاحب الوجبة الواحدة هو ده أحسن واحد لعملية تكميم المعدة ودول إحنا بنشوفهم لكن نظرية بقى اللي هي أكل السكريات ما بقناش نتعمل عليها لأنه أحيانا بنعمل ده ومع تحويل مصار وما بتبقاش يعني طبيا ما بناش نعتمد على آكل السكريات يعمل تحويل ومش آكل السكريات فيعمل تكميم مش ده لأنش هي عموما بتقل في كل الناس ما بعد عملية تكميم أو بعد تحويل مصار فهو في الأصل البالكي إيثر أو الناس اللي هم آكلي الوجبات الكبيرة أو الناس صاحبة الوجبة الواحدة دول أكتر فيهم تكميم المعدة من تحويل المصار دايما الناس بتسأل على الرسك أكيد المريض من أول ما بيقعد معاك بيسألك على إيه اللي ممكن يحصل في العملية مضعفات كومبليكيشن هو موضوع المضعفات هي موجودة في كل الجراحات لكن تقل بنسبة قد تصل إلى يعني 99% لمية في المية مع الجراح المحترف وهو ببقايل للمريض الرسكي قد إيه لكن كلما كنت جراح محترف حتى لو حصل مضعفات ما تبتعليجها يعني هو يحصل إيه لكن هو الفكرة في أن أنت تعمل عملية بروسيجور محترم باحترافية شديدة العملية قد لا تستغرق يعني 20 دقيقة يعني في 90 في المية من الحالة النبرة التانية أنه الأمان زاد جدا لأن طبعا إحنا فيه تقدم رهيب في مجال جراحات السم يعني عادت حالة كثير مناظير متقدمة جدا الدباسات دلوقتي بقت حاجة يعني دباسة زي الدباسة سيجنية أنا مش معلوم عنها ولا حاجة يعني دباسة عادية يعني لكن هي بقت فيها سوفت وير زي كمبيوتر صغير بيترجم حتى سرعة الغيار لو السمك المعدة يعني أعلى من بتاع بتاع الغيار نفسه بتاع الدباسة حاجة جراحية يعني الدبوس نفسه ما يبقى صغير الدباسة ما تضربش توقف دباسة سيجنية دي دباسة إلكترونية يعني تعايمها هي يعني إلكترونيك لا تقبل أنها تستخدم في عيان تاني بتستخدم تكنولوجي تراي ستيبلر تكنولوجي اللي هي الدباسات السلسية حاجة يعني متقدمة يعني أنا لا أعني أن احنا نستخدم الدباسات دي في كل العيانين احنا مشتغل بالدباسات الجاسية عادي الحاجات اللي هي الأمريكية العادية تستخدم عادي جدا وبينخيط عليها كمان بحاجة اسمها الوينت الفيكسيشن وناخد الدهون اللي احنا فصناها عن المعدة اللي اتفصلت ونما خياطينها تاني فول سكنس يعني بسمك العاية فيعني أنا كجرح لا يعنين أن أستخدم الدباسة السكنية أو غيره أنا أقصد أن أقدر أشتغل بأي نوع من الدباسات اللي هي الحديثة طبعا لإني أعرف أشتغل بيها بأي دباسة بأي نوع من الدباسات وحتى الدباسة السكنية بالرغم أن هي السيلينج باور بتاعها عالي جدا بالرغم أن هي يعني يعني بتعمله المستيس حلو جدا إلا أن برضو بخيط فوقها بأخذ طبقة تانية تأكيدا للخصة دي ويمكن عايز أقول لحيك أن أحنا يعني بقلنا يمكن سنين 3-4 سنين ما شفناش حالة تسريب واحدة في حالتنا بطريقة اللي هي فتسبيت طبعا الدهون منديل البطن فعلا أو يعني الجزء اللي احنا بنفصله من الدهون عن المعدة اللي هي اللي تبقى موجودة بنقوم خياطينه تاني بفول سكنس بغرس عادية كأنك قفلت المعدة مرتين السؤال اللي دايما الناس بتسألوا وإزاي أخا يعني شبح رجوع الوزن شبح رجوع الوزن ده من الحاجات الكتير من الناس بتفكر فيه طبعا كل أنواع جراحات السمنة فيها يعني نسبة لرجوع الوزن مع عدم المحافظة وده اللي احنا بتدينا به الحلقة إن احنا لازم زي ما أعملنا علي بطريقة فنية جميلة احترافية خد تعليماتك اللي هي الطبية المصبوطة امش على تعليماتك مبسوط مش هيرجع لك وزنك رجوع الوزن يعني إن العيان عايز رجع وزنه يعني زي اللي هو عمل تكمين معي ده وليل نهار بيستردن سكريات بيأكل سكر وشوكولتات وإسكريم وحاجات طبعا ده مش تمنعه من رجوع الوزن يعني مش هتقدر تمنعه من رجوع الوزن العينين مختلفين في الأعمار مختلفين في النشاط اليومي مختلفين في طريقة المعيشة في حاجة بتحصل إنه ما بيبقاش فيه لينك ما بين الجراح والمريض بتاعه في الفترة اللي ما بعد العملية هو المريض بيعمل العملية وخلاص ما فيش تعليمات ما هو ما فيش أصلا كتلوق رجوع الوزن يتعلق بالمريض 100% وخصوصا أنا بقالي فترة يعني أكتر من خمس سنين بعمل حاجة اسمها ستي فوليومتري ما بعد العملية يعني ده أشعة مقطعية بالسبعة سلسية الأبعاد بعملها في كل حالاتي ما بعد العملية بترسم شكل المعدة وتقيس حجمها وتديك مظبوط تقولك إن المعدة دي يعني مرسومة يعني دي حاجة كده أنا بشوفها والمريض بتاعك بشوفها تيجي باع بعد 4-5 سنين بتبقى عامل نفس العملية بنفس الأسلوب بنفس الكاليبريشن تيوب 3-4 عينين ممكن يكونوا من أسرة واحدة استجابتهم مختلفة واحد بحفظ على وزنه مظبوط واحد بنزل وزن كويس واحد منهم ابتدأ يزيد تاني تعالى بقى زيدت في الوزن زدت في الوزن ليه تعالى بقى نقيم الأشعال المقطعية ربما تلاقي الأشعال المقطعية كويس النفس المعدة حجمها أو زادت شوية طبيعة الأكل بتختلف تماما إنت بتعمل إيه أنا بأكل الوجبات اللي همها 3 وجبات في واحد تاني بيأكل واجبات صغيرة بس تتعلم أنه يأكل 10 وجبات في اليوم إما أنت هتعمل له إيه إما أنت مش هتعمش وراه النوع التاني في واحد تاني أكل سكريات بشراه واحد تاني بحفظ هو عارف أكله إيه وشربه إيه واحد تاني لأ ده هو أكله كله سكريات وشوكولتات وأسكريم هو ده عايش على كده فهي النمط بتاع الحياة إحنا لن نقدر إن إحنا نغيره عند لكن أنا هو ده المتاح اللي أنا قدر أعمله كراجل جراح أستاذ جامعة أنا بعمل لك عملية علمية طبية مظبوطة وديك أشعاعات موسوقة إن أنت تقدر إن أنت تستفيد بيها استفيد بقى الجملة اللي أنت قلتها في الأول إن المسألة شراكة أنا وإنت طلعين طريق مع بعض أنا بطلعك حتى معينة وإنت بتكمل بعد كده بزبط لازم يكون اتفاق طبعا الفيتامينات سؤال ما عاربش أسأله لك لو نسأله لك بس لازم كل الناس اللي عاملها عملية سمنة في احتياج لفيتامينز خصوصا الناس اللي هي عملت تحويل مصار خد فيتامينات إحنا ليه نأثر ما تاخد فيتامينات وخصوصا أن أصلا معظم الناس اللي هي عندها سمنة ومفرطة بعندهم سكر ما توقف علاج السكر العملية هتعالج لك السكر واخد فيتامينز إيه المشكلة الواحد اللي وزنه 200 كيل وعمل حتى عملية تكميم هو مشهور يعني عملية تكميم ما تاخدش فيتامينز ما تاخد ما أنت بتنزل وزن كبير جسمك في احتياج ما تأثروش يا جماعة يعني قصة أننا أاخد فيتامينز خد فيتامينات إيه لا أنت توقف تماما والدكتور يقولك أنت مش في احتياج لفيتامينز ليه تأثير يعني ما تاخد فيتامينز أنت ده مرض شديد مزمن محتاج مجهود جسمك محتاج إحنا نعمل إيه خد فيتامينز كما يأمرك الطبيب وليست أخذ الفيتامينات مبرر أو في كلمة تخليك ما تقدمش على لأنك تقل وزنك وزنك أنت كده كده كان هيدخلك في أمراض كدكة هتحتاج مش فيتامينات هتحتاج لمجموعات أدوية كتيرة من ضمنها على فكرة الفيتامينات لأن السكر يحصل ما هو السكر من أساسياته الفيتامينات حاجة تانية بقى اللي بيروجه إن إحنا ما بناخدش فيتامينات نقول لهم إيه أما هم وفي ناس بتبدأ تقول لك إيه لا ده أنا ممكن أعملك العملية وما تاخدش فيتامينز غير صحيح تماما إنه أي نوع من تحويل المصار أنت في احتياج إلى الفيتامينز خد فيتاميناتك لأن ده ده الطب المزبوط هناك ناس بتروج إن أنت متاخدش فيتامينز أنا معرفش بس في نقطة أنا عايزة أوضحها يعني فيه هناك ناس من الناس اللي عملت تحويل المصار من عينين أنا شخصيا يعني بييجوا بعد 3-4 سنين بمتابعة أو جايين يجيبوا عين تاني يعمل عملية من قرائبهم أو حاجة لو سألوا أنت بتاخد فيتامينز يقول لي ما أخدش فيتامينات والله كده بس دي مش قاعدة أنا ما بقولهاش عشان الناس تطبقها بس هناك فعلا فئة من الناس ما أتخدش فيتامينز ما بعد تحويل المصار بحصلهم مش حاجة والله ده فعلا ده حاصل لكن لا يعني أنا طبيا بالورقة والألم لازم أتاخد فيتامينز أنا حتى في بعض العملية اللي اللي احنا يعني بترينا نعمل فيها وكان الناس بتروجلها ما أتخدش فيتامينز زي السياسي عملية كده تكمين مع تحويل المصار الناس يعني بتروجلها لا أخد فيتامينز كمان إيه المشكلة أخد فيتامينات إيه لا أعمل تحليل وقيم نفسك مصبوط وشوف إليه أخبار لكن لازم تاخد فيتامينز يعني أكوردنج لتعليمات الطبيب دائما اللي كمان سمع أو الإنصاط لكلام المرضى ورؤيتهم ورؤية التغير اللي حصل بحياتهم حجر أساسي في ثقافة فهم هذه الجراحة جراحة سمنة ميزتها الأساسية إنها جراحة لها مردود متشاف متشاف بوضوح شديد جدا وموضوح يعني هي الجراحة اللي زي ما يقولوا إيه يعني ده أنت مش مشايفها ده أنت ممكن ما تعرفش المريض بعد ما بتعمله العملية يعني أكتر من جراحات تجميل كمان بكتير جدا هي أنا في رأيي هي أروع جراحة تجميل لأن هي بتغير حياة الناس هي بتجمل مش بس حياتهم صحتهم ولذلك الإنصاط وسماع الحالات ده شيء مهم جدا 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 في حوارنا النهاردة أكيد الجميل جدا مع ضيف العزيز الأستاذ دكتور كريم صبري تعالوا نسمع ونشوف هذه الحالة أنا الحمد لله رحت لكتور كريم صبري وعدت معاه قال لي عندك أي مرض مزمنة وكده ولتولها الحمد لله أما قل لي يعني خلاص هنتجه للتكميم معده وعمالي تكميم معده والحمد لله بيت الوزن الطبيب ما كان وزني 150 كنت مثلا أن أروح محل هدوم عايز يعني تشيرت على المودة أو بنطلون على المودة يقول لي ما فيش لأن وزنك صعب يعني اللي كان بيعاني من دوت والدي كان بيروح يعني بيجب يعني أشكال غريبة يعني البناطير أشكال غريبة فما قلتش بألاقي الوزن اللي أنا البنطلون اللي أنا عايزه بالمودة وكده أستاذ دلوقتي الحمد لله يعني فضل ربنا يعني بقيت أي حاجة أعملها وأنا كنتش بعملها قبل كده بقول الحمد لله ودلوقتي بجيب أي مسلا أنا خشة أي محل يعجبني أي حاجة أخدها يعني من غير مئيس ومن غير ما أعمل حاجة بفضل ربنا الحمد لله يعني نفسيا كنت متضمر ما كنتش بخرج ما كنتش بروح أي واحد صاحبي يأزمني في الفرح مثلا ما كنتش أن أنا أروح لأنني مش معايا اللبس أو حاجة الشكل اللي أنا أروح بقول الفرح وكده كله بيبقى لابس وكله بيبقى يعني لابس هدومي ديفا فأنا كنت بتحرق أن أنا أروح الفرح وأي واحد يعزمني فيه من نسبة وكده ما كنتش مثلا أنا أنا بعمش كتير عشان بتحرق من وزني وكدت أي مثلا أنا راح ماما مثلا معزومة عند دخلتي أقول لها مش عروح عشان مكسوب بسبب الوزن والهدوم وكده فكنت باع عيني قوي والحمد لله دلوقتي مثلا أي واحد يعزمني في الفرح بروح ويعني نفسيا كنت متدمر خالص كخروج كلبس يعني أعتبر كنت مسجون يعني كنت في سجن والحمد لله ربنا يعني بفضل ربنا بفضل الدكتور كاريم صبر يعني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة